في منطقة زراعية بسيطة في أطراف شمال ذيقار وتحت ظروف معاشية قاسية، كانت زينب تؤدي واجباتها المدرسية للصف السادس العلمي. تجد وتشتهد بلا مساعدة، فلم تكن حالة والدها المادية تتيح لها التسجيل في دورات خاصة، ولم تمتلك هاتفا ولا شبكة واي فاي. بهذه الإمكانات حققت معدلة 99% في الامتحان الوزاري الدور الثاني، وأدخلت الفرحة لقلوب ذويها. الوضع الاجتماعي الذي أعيشه كل شي صعب، يعني المدرسة، مسافة بين البيت والمدرسة بعيدة كل شي، ولا انترنت متوفر، يعني الدراسة كانت لا دخل الدورات ولا أهلية. اليوم نحن فرحانين جداً بالإنجاز اللي حققته بتنا زينب، وهذا الإنجاز اللي حققته ما أجاب براحة، بل أجاب تعب وجهد ومعاناة وسهر الليالي. زينب بمعدلها العالي لم تفرح عائلتها فقط، بل منحت الفخر لمدرستها وصديقاتها، فاستحقت التكريم والاحتفاء بها، والمناشدة بنظرة أبوية من الوزارة لتحقيق حلمها في الالتحاق بكلية الطب. نفتخر ونعتز بهكذا طالبات وبهكذا إبداع وبهكذا تميز مناشدة إلى معالي وزير التربية المحترم، وإلى معالي وزير التعليم العالي المحترم، أن ينظروا بعين العطف إلى هذه الطالبة، وأن تقبل في إحدى كليات الطب الموجودة. طالبة المتميزة رغم ظروفها الصعبة اللي مرت بيها، نتمنى لها المستقبل العالي والذي ترغب وهو الطب إن شاء الله لأنه تستاهل. وصلت بكفاحها ومثابرتها واستمرارها على الدروس ولم تتغيب. دائماً مواضبة لدروسها، وعلى رغم الظروف الصعبة اللي مرت بيها بدون دورات أو بدون أي شيء، يعني حتى أهلية ماكو، فالحمد لله والشكر طلعت مع عدة 99، وعدت إن شاء الله يا رب التخص اللي يفيدها. زينب تطمح أن تدرس في إحدى كليات الطب، حلم سعت له رغم الصعوبات، عسى أن تناله وتسعد به. لبرنامج صباح الخير يا عراق شيماء جبار، الناصرية. اشتركوا في القناة